اشتركوا في القناة 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 أصلا غير مديني يستدعونك الشرطة؟ نعم يقال أن يكون عندك شخصانات حولي وما حلت الإخلاق المبالغ؟ يوجد الولاق فيه حتى يسالك انت القرر بإحديق عنه يستدعونك ويسالك هو الذي تعبد المصيبة بالحسب الحرقة لا يشعر بالضر وحسب الحرقة ولكن يشعر بالكياد أن تذهب للسجن ظلماً وعدواناً هل أشياء التي تعطيها؟ لا يشعر بالمحكمة لماذا يشعر بالمحكمة؟ لا يشعر بالمحكمة ولكن هذا الملتدابع لكي نكون واضحين الله يجزيك بخير نعرف أن أي شخص يريد أن يشعر بالملتدابع لا يشعر بالمحكمة لا يشعر بالمحكمة هذا الشخص معروف عند الناس حيث لا يمكن أن نحتعينا مع الناس مع شركات ومع موالي الحوايج يعني لا يمكن أن تسرع إليه وحصلت لكي قطعة الناس وتخلصوني هذا الشيك ويأخذ منك الشيك وستحيل لماذا لا يشعر بالمحكمة لماذا لقد تدفعوا للشيك؟ نعم أخار بحضاء يا حبيبت لماذا لا تدفعوا للشيك؟ لديهم الوصول أو الأشياء وينما يفعلوا هذه الوصول كانت كاميرات مراقبة من ماهو قامت هذا الأمر؟ من 2016 ولكن كاميرات مراقبة كتبين ان وشد السيد فعلا جاء البنكة وفتح حساب بنكي ووش حل حط فيه والغريب في الامر ان الشرطة والضبط القضائية مشكورة دارت الخدمة ديالها ومشات هذه البنكة لا داعي لديك الاسم ديالها وقات ان الدوسي ديال السيد مكانش نحن نقول لك رام صدومين لان احنا كنا نقولوا كان طلبوا غرب الوثائق كنا كان طلبوا غرب الوثائق يعطون لنا باش يدير مقارنة مع السينيات دياله باش تعطى الخبرة لاننا طلبت لنا الخبرة من طرف النيابة العامة ايه فاش جينا دابا احنا يلقينا اصلا دوسي ما كانش اش موثائق عضي غيرتنا قال لك دوسي لنا ما كانش هذا السيد لم تكن اعرفوه لا جات شوء لا يعني هذا السيد لم تكن اعرفوه لا ما كانش سمية ديال موليعلي في هذه البنكة والكاغنيتشك لي خارج في اسمية من لا اعرفت انت تشوفي اسمية ايه لا وذا بنتنا ما كانش عندهم في البنكة لا يعرفوه وهاد كاغنيتشك فينا هو لا دابا يحصل القزية بان نرى في اسمية تصلي يوم ونظر زيادك بلخص لا لا تعتقد سميليعلي حسب عالمنا المتواضع بهذا الشي ديال الابناك كل شيء يكون انفرماتيزي يكون في الكمبيوتر لانهارك تطلب واحد الكاغنيتشك لانهارك تطلب الكاغنيتشك لانهارك تطلب الكاغنيتشك هذا لغز خاص البحث والتحقيق لان من العيب والمالعر انهارك تطلب السجن ضل المنوع وعدوانا بسبب الشيكات التي يعطيهم واحد من الصب وعيشهم براع بهم السيد مسكين مشاهلوا ضوع ويناتو جاهز سكار الكلاوي عيب الفقصة كيف حالته بسيد الحبس؟ كيف حالته؟ اذن أو رمضان 3 الشيكات ويقوم بأسعار وخلصت الشيك في جوجة المليون اه اول مرة تعتقل وقال بك تخلص المبلغ والله سوف تتبقى مماؤ وقال بكم بالقانون الشيك الذي لم يقوم بقام بمناه فقال بني لا تخلص المبلغ أخبرتاً لأنه لم يستحمل السيد السجن. يستحمل السيد السجن. ولكنه لا يستحمل السيد السجن. لم يكن متقلس في السيد السجن. لأنني رأيت الكارت ناسيونال لم أعرفت كيف أدامكم في القطاع؟ هذا ليس الشيك هذه الكارت ناسيونال مرفقة مع الشيكات لا يوجد تصوير تسيد لديها المعطيات لديها الكارت ناسيونال اسمية اسم الأب مختلف اسم الأم مختلف تاريخ إزدياد كل شيء إلا الإسم وإلا رقم البطاقة الوطنية هناك معطيات أن هذا السيد لا يوجد علاقة بالشيكات يجب أن تفتح الحساب البنكي الوهمي الذين يفتحوا التصوير مخدام وكان هذا يوجد علاقة إزلايا وهذا ما يمكن أن الوطنية توقف عنه و تعرف أن هذا السيد لا يوجد الشيكات لدينا خيهة الغداء في وقت الأمن لدينا خيهة للقضاء النزيء لدينا خيهة في النيابة العامة لدينا خيهة في أجهزنا ندينا خيهة في مؤسساتنا وعند نتيقة أن هذا السيد حرام أن يمشي هكذا ظلماً وعدواناً يمشي للسجن يتخذيه رزقه يمشي للسجن يمرد، يمشيه الكلاوي، يمشيه العينين، الزوجة دياله مقتل خير حياتهم اتضمرت 22 عام جال كذا ولا غادي جاي كذا واللينا اختي عايشين فالرعب، واللينا مجرد ما كنسمعوا صوت دير شي سيارة ولا شي حاجة كنقولوا ربا، كنقولوا رجال أمن جاويد ولا رسافرات تنسيو ديما طالع سكور ديما طالع ودبا مضاعفة تنسيو ديما طايح، ديما تدين في الابلنس، ديما مريض، ديما خايفين، ديما مخلوعين، عايشين في الرعب ديما كنسمعهم صافرات، كي يتخفز وما يخد الحق، وما يخد الحق، لا يخد الحق، ما كنت طالبه، ما نداء ديالك لمن تتوجه اليوم؟ ولو نرى القاسية، ما بدأه، ما ديما بشتها، ما هو، والآمان، ما يقضي السلطة كدر المشكل لهذا الخيّن؟ كدر المشكل لهذا الخيّن، لا هل يخد الحقيق؟ كدر المشكل لهذا الخيّن؟ يقول الله سبحانه وتعالى. لا تسمعني ويستمر الله عز وجل. هل انت قد يومها? انا انا دعوني ويستمرون فينا ذلك. سير الحبس جايفين ويستمرون لاني عارفينك كيف تسوى. لمن اليوم تود ان اداء ديالك وصرخة ديالكم لمن تود ان اوصلوا? انا كانوا اداء ديالي للمغاربة بعد اولا يسمعوا القيصة ويخدموا منها عبرة لانا كارتنسيونة لا يبقوا لحوم في فيسبوك. لا يبقوا لحوم في الصفحات لأنك يقعوا مشاكل كما وقعدها بل زوج تماما تماما أول حاجة بزاف منك يغلطك حتى عدة وطائق رسمية لكارتك يحطوا الباسبورات كيحطوا بزاف دي الحويج هذه أول حاجة ثاني حاجة كان طلب من المسؤولين والسلطات أنا على يقين وعلى تقب السلطات ديوني بأنه ما غاديش يخلوها درج لك أنا كان طلب السيد الحموشي وكان طلب المحمد السادس الله ينصر وكان طلب جميع جميع المسؤولين لأننا نتكرف سنرة ستسنين هذي رأى ماشي سهلة ستسنين رأى ماشي سهلة ستسنين وباقي غادين دابا معا نحن باقي مرقيناش الحل ليلة هلا محمد رسول الله دابا كانت سنة والخيبرة فاش مشي ندفج أنا بأن الضصية ما كينش قع في ما كينش الضصية في البركة والحمد لله هذي هي هذي هي الفائدة دي البطاقة الوطنية الجديدة لخرجت المدير العملي الأمل الوطني كان طلبه كان طلبه بالسيد اللي فتح الكنت السيد اللي فتح الكنت لها كان صحب إيبان فينا هو فينا هو فينا رخص إيبان من 2016 لذا بقاش وحد دخل من 2016 لفتح الكنت أول شيك توصلت به بأنها لم تخلص كان انت تاريخ دياله في 2016 في 2016 كنت كان هنا في الاخديم تتوصلت بشيك وكيف ما قلنا الحمد لله ونشكر المدير العملي الأمل الوطني على البطاقة الوطنية الجديدة التي لا يمكن تزويرها فيها واحد يعني واحد لابوس اللي من خلالها ممكن أن أي إدارة دخلت لها تعرفت البطاقة واش ديالك ولماش ديالك الحمد لله لحنا بلادنا غاديوكا تتطور وهذه عمليات النصب رأها كانت قديما ده برها ما يمكنش تنصب لي أن هذه البطاقة الوطنية الجديدة رأها ولات يعني ما الصعيب باش أنها تزور كانوا جوني داء المغاربة سرخ المغاربة على أننا نوقفوا مع هاد السيد وأننا نتقطع جيوا معاها هاد المشكل وأن أي واحد ممكن أن يساعدوا قانونيا اجتماعيا باش يعون رسول الله يحسن العون يتواصل مع الرقم اللي غادي نخليه لكم واشا تسيد بغي يقول شي كلمة تفضل أيها أخوة أجي أخوة سأتفضل السلام عليكم معكما أحزي الإبراهيم الموكيل الموكيل لم يجب كيف يجب الموكيل ذلك أنا الذي نجري عليه في القاعدة صاحبك هو صاحبي وكن نجري عليه على أساس هو مريض مريض بزاف ومكان يقضي لا يجري لا يجري لكن يقاب방 ومن يقابا يتقابة ونشكر ونشكر ونشوف تيفي ونشكر الأمن ونشكر والمسؤولي للقوضاء. الحمد لله نرى قانون في المغرب. وكل شكل القوضاء مدينة تالودانت وضيال الضلبدة وضيال الرباط. الحمد لله رأى قريبا نصل لها النتيجة بالنسبة لهذا السيد اللي مشت ضحية. حيث على حقاش احنا قانونيا نرى خوت ومغاربة. ضروري نقف معها بحال السيد. حيث على حقاش المرات جينا ومن بعد جينا البارح وليوم 14 في شهر ستاة 2022. جينا على اساس نتلقى ومعاشوا في تيفي الحمد لله. ونوصلوا هاد النذاء لمغاربة بشير الضوبة لهم. وبالنسبة لهذا السيدة هوا رحنا بحرقونا من طبيعة الحال. ليلى الى محمد رسول الله. وبالنسبة لبانكا مشينا عندهم اليوم. بالنسبة لبانكا فاش فتاح القونط. من اللي دخلنا الحمد لله اا قلتنا مع الناس ما في البانكا مع لمودير المودير دي البانكا استقبلنا الحمد لله ومن الي سولنا على اس اس دك الدوسي دي لعاد السيد باش فتاح القونط. قاي قول لنا باللي انا راجل الشرطة. حيث الحمد لله حتى شرطة تعذبات. تعذبات الشرطة الحمد لله حتى يرى التعذبات. وكان شكرها بزاف. والمشكيل اللي عندنا نحنا دابا هاد الدوسي من اللي مشينا البانكا قالوا قال لنا هذا الضوصي لا يوجد. قالوا لنا تعذبناه وعمره بالعبراء وقال يقلبوه يوم يقلبوه وهذا الضوصي رغمه بان. وخاو احتف يعني انفوغماتيزي احتف كمبيوتر غايتل ضربوا تسميرك ستطلع بانها تسيد. اذا ما كيش اذا تلاعب فين كين تلاعب فين كين تلاعب فين كين بان الضوصي دي سيد ما كيش في البنكة. لان احنا ماشي شرطة قضائية وماشي فرقة وطنية اللي احنا كنعرفوا الكفاءة دي الرجال الامن في بلادنا. كنعرفوش كنا هما رجال الامن دي المغرب اللي الصيت ديالهم دائع ماشي في داخل المغرب ولكن خارج ارض الوطن ايضا. لان خليه لكم رقم ديال هاتف ديال مولاي علي اللي بغاي تساعدو اللي بغاي تعاون معه والله يجازيكم بخير. وقفوا في هذه القضية لانه صراحة دات لي واحد الحرقة واحد الغصة في الحلقة لي ممكن انك تشوف ان انسان يمشي مسكين مظلوم ظلما وعود وانا وهو ما ديرتها شي حاجة ليلة الله محمد رسول الله. كيف رقم ديالك؟ 06-91-44-88-52 06-91-91-44-88-52 06-52 هذا هو الرقم ديال مولاي علي ونوجه ايضا غيوجه نيداء لهذا النصاب. انك لكون شك تشوف الحالة ديالة السيد. كيف شك تنعس وانت مرتاح وانت هاني وانت كتدور مع رسك في الوطيلات وانت كتاكل وانت كتشرب وانت كتشرف دهب. هذا شي اكيد قديم. 2016 ماشي 2022. لاننا تنعرف ان الحمد لله. حتى اصحاب المحلات التجارية وانت دابوا الوطيلات. لا يجب ان يتعاملوا بهذا الشيكات. إلا اذا كان هناك انسان له ثقة. وكيف كان هناك الكاميرات. كيف هو الرسالة التي تريد أن تنصب؟ نحن ندعي الله تبارك وتعالى. نشوف الناس ينصب عليهم. هذا النصب خطير. هل يحب حمد نصب عليك؟ نحن 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 نحن. نحن 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 نح ماذا يدفع له الشكاوتاني؟ ماذا يدفع له الشركة؟ شركة لا حول ولا قوتين سوف نختم معكم هذا البت المباشر على أمل أن نطلقوا بكم في تفاصيل جديدة في القضية النصب للأسف الشديد تعرض لها المواطن المغربي البسيط والذي جاء أنا قادما من مدينة تارودانت وكان عرفوا موارين تارودانت والمغربة كلهم تعرفوا نس طيبين تارودانت ولكن كل منطقة عند الخصوصية تنعرفوا أن الناس تارودانت ناس الحياة، ناس العارض ناس الحشمة، ناس طيبوبة ناس اللي يمشون في الجنب الحيط ناس اللي لا يعرفون التحرميات وأي واحد يسمع كلامي سيقول أنني على صح لنختم معكم هذا البت المباشر ونقول لكم إلى اللقاء في المباشر آخر بإذن الله